تصور أن جيمي عنده بعض الأراء الإجابية النهاردة زي حالاته زيكي جيمي حبيبا كيمي أخبرك إيه؟ زي الفل الحمد لله إيه رأيك النهاردة زي علامة من نتيجة زي علامة من نتيجة لكن الأداء بالنسبة لي أنا متفائل أنت عارف بطبع متفائل يعني لكن ما كنتش منتظر أن الأداء هيكون بالكواليتي دي لمدة 91 دي كواليتي حلو طبعا طبعا كنت منتظر أن الأداء الأهل هيقدم مباراة جيدة وأنه على صعيد الأداء هيبقى في بعض النقاط الإيجابية لكن هذا كان في حاجات كتير جدا إيجابية لحد دي 91 ولما نيجي نستعرض ونقول أهل عمل إيه خلال المباراة إحنا نفرج الناس على المباراة طبعا خاصة جميع الأهل يعني المفرج على المباراة متعصب ومتوتر واللعيب ضيع هنا واللعيب عمل هنا لكن لما توصل أن أنت تروح بـ 11 محاولة على ريال مدريد سباكم أن هم 15 تصيبة وأن أنت قريب جدا من نفس المعدل بتاع ريال مدريد لأ أنت عملت 11 محاولة صنعت 11 فرصة في منها فرص مؤكدة فيها فرص أقل شوية 11 مرة على مرمى ريال مدريد في فرق كبيرة جدا في أوروبا ما عملتش الأهل عمله النهاردة تاني لحد دي واحد وتاني والكلام ده لما نيجي نستعرض الحالات اللي تفرج على المطش واللي ما تفرجش على المطش فرجوا على المطش بزاوية تاني فرجوا على المطش بالزاوية اللي الأهل كان بلعب بها النهاردة بمنتهى البساطة الأهل كان أسأل حاجة يعملها زي ما عمل في مباراة باين مونيك صح يقف الورا ببعت رسالة للمنافس إن أنا مش هقدر أهددك فالمنافس بلعب مباراة أنا كسبان 2-0 والأمور أنا فاكر مباراة باين قلنا إن الباين معلقش إنه كده كده عادي مش حاسس بتهديد صح وده النهاردة نهاردة أنشيلوتي لحد الدقيقة واحد وتسعين لحد دقيقة تين وتسعين لحد ما دخل الجنة التالت الراجل في كل فرصة للنادي الأهلي وقف على الخط ومستني هدف التعادل وبنتكلم إن النهاردة وده من الحاجات الإيجابية جدا في الآخر هقولك فيه حاجة سلبية جدا بعيدة عن فقدان التركيز في آخر 6-7 دقايق لكن في النهاية لقى حاجات كتير جدا اتعملت إيجابية يسأل أي متابع يتفرج على المطش أنت إيه رأيك النهاردة في محمد الشناوي يقولك عمل عليه وزيادة طب إيه رأيك في محمد هاني عمل عليه وزيادة إيه رأيك في محمد عبد منعم غلطات قليلة جدا إيه رأيك في حمد فتحي لما نزل إيه رأيك في أليو ديانج إيه رأيك في عمر السولية إيه رأيك النهاردة في حسين الشحات اللي كان عنده بعض الأخطاء في التمرير في الشوت الأول لكن كانت خطورة النادي الأهلي كلها دايما عن طريق حسين الشحات آه في بعض اللعبة لكن إجمالا أنا راضي تماما تماما بل سعيد بما قدمه النادي الأهلي من أداء لكن كنتيجة النتيجة ظالمة جدا للنادي الأهلي مفرجش علماتش النتيجة ظالمة جدا للنادي الأهلي ولا تعبر بأي حلم الأحوال على مصار المباراة ومجراته